بهدف خلق فرص عمل للنساء وتحسين ظروفهن المعيشية، فضلاً عن إحياء التقاليد القادمة في بلدها، أنشأت سيدة مشروعاً خاصاً بها في مدينة كمبوديا تحت عنوان الحرير الذهبي. مؤسسة مشروع الحرير الذهبي قالت إنها بدأت مشروعها الخاص قبل عشرين عاماً بهدف خلق فرص عمل لأكثر من مئة حرفي غالبيتهم من النساء، إضافة لإحياء التقاليد القديمة في إنتاج الحرير الذهبي. يتضمن هذا المشروع الجانب الإنساني من خلال مساعدة النساء المحرومات اللواتي يعيشنا في المنطقة القريبة من المدينة للمساعدة في توفير سبل العيش لهؤلاء النساء التي ليس لديهن الشيء، ولمنحهن الإحساس بالكرامة والعمل الذي يسمح لهم بإطعام عائلاتهم. من هذا المنطلق تم إنشاء مشروع الحرير الذهبي بالإضافة إلى أن المشروع هو للحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد لبلدنا وتاريخنا وتراثنا. مؤسسة المشروع أكدت أن الأمر يتطلب قدراً هائلاً من الوقت مع ساعات عمل كثيرة للرعاية بدودة القزة، وإطعامها كميات ضخمة من أوراق التوت الطازجة لتنتج في النهاية كميات صغيرة فقط من الحرير الذهبي. يأتي هذا الحرير من دودة القزة المستوطنة في المنطقة الشمالية الشرقية من كومبوديا، ويتطلب الأمر قدراً هائلاً من الوقت وساعات عمل لرعايتها. هذه ليست ديدان قز برية تعيش في الخارج، بل يجب أن نقطف أوراق التوت الطازجة كل صباح لإطعامها بكمية هائلة، ومع ذلك فهي تنتج كمية صغيرة فقط مقارنة بالحرير الأبيض. من جانبها أوضحت إحدى النساجات في المشروع أن القيام بهذه المهنة يحتاج إلى دقة وتركيز عاليين، بالإضافة إلى عدة سنوات لإتقانها بمهارة. قبل أن أتمكن من القيام بهذه المهنة، تعلمت بجد يجب أن نكون في حالة عالية من التركيز. استغرق الأمر عشر سنوات لإتقانه قبل أن أتعلم الحياكة بهذا الشكل، وثقب ثقوب صغيرة. وقبل كل شيء، يجب أن نحبه وننتبه إليه. كما أن الصبر يساعدك في إتمام هذه المهمة. والحرير الذهبي هو حرير نادر في كمبوديا، وكان في السابق مركزاً كبيراً لإنتاجه، كما وتتراوح أسعاره ما بين 450 ألف دولار أمريكي، وقد استخدم تاريخياً خلال فترة ملوك الأنغوريا في القرنين التاسع والرابع عشر. ترجمة نانسي قنقر